تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 600 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 803 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 84 طنان وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 676 طنان أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 908 قضايا من بينها 270 قضية خبز ناقص الوزن و195 قضية خبز غير مطابق للمواصفات